اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان شهداء الواجب الوطني صاغوا بدمائهم الطاهرة سيرة عطرة من التضحيات الجليلة وجسدوا تفانيا وولاء كبيرا من اجل ان يبقى الشموخ والامن والامان في مملكة البحرين معربا معالي عن التقدير العالي لقائد مسيرة النهضة والتطوير لجلالة الملك المعظم لمبادرة جلالته في تخصيص يوم للشهيد ليكون واحدا من الايام الوطنية الخالدة وجزءا من عياد البحرين المجيدة التي تشهدها المملكة وشار معالي رئيس مجلس الشورى لان يوم الشهيد يعتبر واحدا من المحطات الوطنية في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم معربا عن انفخر والاعتزاز بما جسده شهداء الواجب الوطني من قيم راسخة في التضحية والفداء والعطاء والحب والولاء للوطن وقيادته الحكيمة وكدا ان الملاحم والبطولات الوطنية التي قدمها شهداء الواجب ستبقى خالدة ونابضة في تاريخ البحرين ومنارة للاجهل الحالية والمستقبلية واثنى معالي رئيس مجلس الشورى على الجهود البارزة والمساعي المخلصة التي يقوم بها الصندوق الملكي لشهداء الواجب برئاسة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء من اجل ضمان حصول اسر شهداء الواجب على الرعاية والاهتمام ودخول ابنائهم في البرامج التعليمية والتدريبية التي تسهم في تحفيزهم على خدمة مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة